تعطلت أجهزة التبريد في مستشفى الفيحاء بمحافظة البصرة ونقل شهود وعيان أن عطل أجهزة التبريد مستمر في المستشفى منذ ثمانية أيام رغم أنه عطل بسيط وسهل التصليح ويضيفون كذلك أن الكارثة تشمل تعطل أجهزة التبريد في ردهات قسم الحروق للرجال والنساء إضافة لغرفة العمليات ونتيجة لذلك قام أهالي بعض المرضى باستحاب مراوح من بيوتهم لتشغيلها على مرضاهم فالوقت الذي تصل فيه درجات الحرارة في البصرة إلى أكثر من خمسين درجة مئوية في هذه الأيام فلنشاهد موسيقى كلامي عنه صحيح تعجز عن الكلام يعني جاي تكون حالة حرارة حرور وكلباء وتبريد ما موجود يعني حتى ما هو فيه بالصمان ما موجود بالهند ما موجود ما هو فيه يعني كلام بحقيقة ما ندرج يعني لو غير الجوز رده يجوز نعذر بس مو ردهات حرور وتبريد مواقف يعني ما عرفه مدير وين المسؤولين وين المحافظة وين المليارات اللي جاء تصرف لفلان وفلان وين إنهم نظر مستشفى الفيحال يعني هو مستشفى الفيحال يعني أكيد يعني طبعا مشخص هو المشكلة مدير مستشفى فاشل ولا يستطيع القيادة يعني قسم صرير فضلا عن مستشفى كبير مثل المستشفى الفيحال لكن معرفه يعني الظاهر مدير عام وليش متمسكين بي دارق صحة ليش متمسك بي معرفة يعني ظاهر هناك المهارب وحبش ماذا تصالى هذا صادمان التبريد يعني يعني نسبوا كلها المعاصل في من 26 عطر التبريد نوع العطر شلو يعني مكلف له وشمي سهل قضية كفة يعني غاز كمبريسر مالي غاز ليك فيه أنابيب التبريد يعني قضايا كلها قضايا فنية بالإمكانة يعني إجراها وإكمانها بسهولة لكن جاي تلاحظون يعني بصراحة يعني مأساة ويعني أكيد هذا الفيديو لو رح يشوفه أي مواطن يقول لك أنه مستحيل شكرا جزيلا السلام أمرها وجايفهم بيت لأخ شكرا